وليد الزغبي أحد أهم رجال الأعمال السوريين في دولة الإمارات يمتلك الزغبي إمبراطوريته الخاصة في مجال العقارات عبر شركته التي وقعت عقوداً وصفقات عقارية تتجاوز مليارات الدولارات مسيرة الزغبي الاقتصادية كان يفضل أن تكون مجردة من أي عمل سياسي أو محاولة للانخراط في الشأن العام خصوصاً بعدما أوقعته السياسة في موقف صعب وأزمات لا طاقة له بها من الممكن أن تتسبب في أن يفقد الزغب أعماله وتنتهي حياته خلف القطبان لكن يظل المال حاكماً لتوجهات صاحبه لم عسم الزغب بين صفوف المعارضة السورية خصوصاً بعد أن اختير وزيراً للبنية التحتية فيما سمي عام 2013 بحكومة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والتي كانت حكومة مؤقتة أو موازية وكانت موافقته على العضوية في ذلك الكيان السياسي مغامرة أدرك الزغبي خطورتها لاحقاً يمتلك الزغبي ويدير مجموعة تايجر للمقاولات في دولة الإمارات وهو مؤسس جامعة اليارموك الخاصة في سوريا لكن علاقاته مع المعارضة جعلته محطة اهتمام الكثيرين من الدوائر الأمنية وخصوصاً بعد أن تردد أن للزغبي ميولاً للمحسوبين على تيارات مثيرة للجدل ولا تقوم بمعارضة وطنية تعرض الزغبي بسبب ذلك لأزمات لم يشأ أن يجعلها تتصدر العلن وهو ما دفعه إلى أن يظل أكثر تركيزاً في أنشطته الاقتصادية وأن يتوقف مؤقتاً عن الظهور الإعلامي أو السياسي لكنه كان ينظر بعدم ارتياح لبقاء استثماراته في الإمارات خصوصاً بعد مصادرة أمواله في سوريا في عام 2017 كان الزغبي قد استقر على رأي حاسم وهو أن ينقل استثماراته من دولة الإمارات إلى تركيا لكن الأولى حذرته عبر مسؤولين لديها في دوائر السلطة من الإقدام على تلك الخطوة لم يتأكد سبب تراجع الزغبي عن نقل استثماراته خارج الإمارات لكن بعد فترة من تلك التسريبات قرر الرجل لاستمرار في الإمارات بعد حصوله على جنسيتها وإبلاغه بذلك فهل كان الأمر بالنسبة له صفقة؟ جميع الاحتمالات في عالم المال والأعمال واردة خصوصاً وأن الزغبي قبل حصوله على جنسية الإمارات لم تكن علاقته بالسلطات على ما يرعم وقيل إنه تعرض لتحقيق غير معلن في هذه الدولة الخليجية حول مدى تورطه في تقديم دعم مالي لكيانات سياسية سورية لكن الزغبي كان أسرع فهماً لواقعه فقرر أن يتوارى قليلاً وأن لا يقدم الدعم الذي كان يقدمه من قبل إلى المعارضة بشكل مباشر بالنسبة لدولة الإمارات أصبح الزغبي لديها رجل أعمال يتسبب في ربح لاقتصادها ولا يعنيها موقفه السياسي حتى ولو كان غير معلن لكن لعل السلطات الإماراتية تتيقنت من سلامة موقفه وإلا لما تركته مطلق السراح طيلة تلك المدة ما زال الزغبي يواصل استثماراته مؤمناً بأهمية أغنى ثروة للإنسان وهي الوقت الذي قرر الاستثمار فيه ترجمة نانسي قنقر